هنا في أحد أزقة كربلاء تقبع محطة اختصت بالموروث الثقافي والمعرف الكربلائي وأخرجت جواهر تراثية من خلال التحقيق والفهرسة والتأليف والترجمة مما تقدمه الملاكات في مركز تراث كربلاء المقدسة مركز تراث كربلاء مهمتها إحياء التراث الشيعي المغيب والمضطهد عبر أصور قديمة وعبر فترات زمنية مختلفة أما وظيفة مركز تراث كربلاء في الأساس فهي إحياء هذا التراث نوافذ متعددة يصدرها المركز بإشراف مختصين تطل على المهتمين بتراث كربلاء شملت موسوعات صورية ونصية دونت ووثقت إرث هذه المدينة التي أغفلت تاريخ المؤرخون الكثير من مفاصلها فضلا عن مجلات محكمة مجازة من المؤسسات الرصينة في البلاد نظرا لكربلاء من أهمية معرفية وجهادية إن صح التعذير فكانت إلى حد ما مغموطة الحق إذ إن تراثه المعرفي وثقافي كان غير مصلط عليه الأضواء فعني مركز تراث كربلاء بكشف المكنون من جواهر تراث كربلاء وما يتعلق به معرفيا في جميع الاتجاهات منها الديني ومنها الأدبي واللغوي وفي كافة العلوم الأخرى طبعا المجلة التراث كربلاء من المجلات البداياتها كانت في عام 2014 طبعا بتوجيه مباشر من سماعة السيد المتولي الشرعي الاهتمام بالتراث الكربلائي حصرا يعني مثل ما تعرفون العتبة العباسية هي رادة في مجال العلم والمجلات الأكاديمية فمضمن المجلات الأكاديمية التي انفتحت التي كانت مختصة في تراث كربلاء حصرا هي مجلة تراث كربلاء ومستمرة بالصدور هي مجلة فصلية محكمة مجازة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستخدم لأغراض الترقية العلمية طبعا أي دكتور عدنا ينشر يحصل على الترقية العلمية عن طريق النشر في مجلاتنا حاليا مصل الأعداد الذي نشتغلها هو الأعداد لقم 24 كربلاء المقدسة هي إشعاع فكري ومصدر تراثي عريق لما تتمتع به من خصوصية كبيرة من خلال وجود العتبات المقدسة فيها مما جعل الأمر مهما لافتتاح مركز تراث كربلاء المقدسة التابع للعتبة العباسية المطهرة الذي يعنى بهذا الإرث الحضاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر